الدكتور سون شنشان يشغر منتب الأمين العام بمنتدى الطاقة الدولي منذ عام 2016 باعتباره أول سن يشغر هذا المنسب في لقائه مع مرسلنا قال الدكتور سون إنه وزعمائه في المنتدى يولون احتمام بارغا للدورتين السنويتين السنيتين حاليا للمجلس الوطني للنواب الشعب السني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارية السياسي لشعب السني خاصة ويتعلق بأمن الطاقة ويعادة هيكل الطاقة يعتبر منتدى الطاقة الدولي أكبر تجمع متكرر لوزراء الطاقة في العالم حيث إن المشاركين ليسوا فقط من وكالة الطاقة الدولية ودول الأوبك وإنما من جهات دولية رئيسية فاعلة وقد تم انتخاب الدكتور سون شانشين لمنصب الأمين العام الرابع للمنتدى منذ عام 2016 باعتباره أحد الخبراء الموثوقة بهم دوليا في مجال الطاقة قال الدكتور سون في حديثه إن الصين تلعب دورا مهما جدا في إطار منتدى الطاقة الدولي أما الدورتان فتحددان اتجاه الصين في المستقبل فيهتم هو وزملائه بالدورتين على حد سواء أن هذه الخطط المستقبلية طويلة الأمد للصين سيطبقها قادتها الجدد الذين سيتم انتخابهم في الدورتين هذا العام لذلك تعد الدورتان حدثا مهما للغاية نظرا لأهميتهما فيما يخص تنمية الصين والعالم أيضا ولدى المنتدى أكثر من سبعين دولة عضوا والصين عضوا مهم جدا فيه فنحن أنا وزملائي نتابع الدورتين من خلال نشرات الأخبار والوسائل الأخرى أعرب الدكتور سون عن أن المنتدى يقوم بتنسيق التعاون الدولي بشأن الطاقة بالإضافة إلى الاهتمام بأمن الطاقة عالميا الجدير بالذكر أن فكرة المجتمع ذي المصير المشترك للبشرية الذي طرحه الرئيس الصيني شيجين بن في السنة الماضية تركز على التعاون والأمن في مجال الطاقة بشكل عميق وواضح أيضا وهذا الأمر أثار إعجاب دول مختلفة من العالم قد تستغرق عملية تشكيل مجتمع ذي مصير المشترك للبشرية فترة طويلة كما يحقق المجتمع ذي المصير المشترك المصالح المشتركة لجميع دول العالم ومن السهل أن تقبله شعوب العالم بشكل عام لأنه لا يهتم بمصلحة الصين فقط فنحن في قارب واحد ومن الضروري أن نبذل جهودا مشتركة من أجل حل المشاكل ومواجهة تحديات معا كما أشارت دكتور سون إلى أنه يتطلع إلى مصطلحات وتعبيرات جديدة في الدورتين هذا العام وخاصة الأفكار الجديدة من الصين بشأن آلية التعاون الدولي في مجال الطاقة في المستقبل أتطلع إلى مزيد من الأفكار المرتبطة بتغيير المناخ وإعادة هيكلة الطاقة والاهتمام بدور الطاقة في التنمية المستقبلية بالإضافة إلى إصلاح نظام المؤسسات المركزية الصينية لتتناسب مع تطورات الجديدة داخل الصين وخارجها من أجل كسب المزيد من الحيوية كل هذه مواضيع محتملة في الدورتين هذا العام حسب ما أتوقع